من يأتي شيء من المباحات أو المكروهات يذل يحظر مباراة أو يحظر شيئا يجتمع فيه الناس يشعر بفرح أنه حظرة نحن نريد أن أتكلم أنفئة لكن يريد أن نستفيد من هذا الفرح كيف تعرف أنك على الإسلام؟ أن تفرح إذا أضعت الله لا تفعل العبادة تخلصا بل افعل العادة للطاعة قربة إلى الله الله لا يضر أنك تعصي لكن أنت تهلك إذا أصيت الوفاة على الإسلام أين كان الحال العبد قطعا خير من الوفاة على الكفر قد جاء في دعاء بعض الصالحين اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك والصحابي الجليل عمر بن العاص لما حضرته الوفاة قال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر لكن لا حول ولا قوة إلا بك إذا كتب الله لك أن تصلي الفجر في جماعة وأنت خارج من المسجد استشعر فرحا أن الله برحمته برحمته أيقبك من مرقده من مرقدك إن الله برحمته أيقبك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته هؤلاء هم الذين يغبطون والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين لا يوجد فرح يفرح بالعبد أعظم من الفرح بالإسلام ومما لا يخفى على شريف علمكم أن الله أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر